إمبارحنا كنا في مدخلة مع حضرات تليفونية واليوم أنا شرفت بلقاء حضرتك وسمعت قصة بتاعت الفتاة إمبارح ودي كان حظا حل ولأن حد من الجيران تدخل وبلغ حضراتكم وحضراتكم على الفور قمتوا بإنقاذها طبعا بالتعاون طبعا مع الجهات المسؤولة كم عدد البلاغات اللي ممكن يجي لحضراتكم حاجمها قد إيه؟ ممكن نحصرها إزاي؟ مغالبا بيكون مين المبلغ؟ طيب كأرقام محددة عندي في مصر زواج الأطفال إحنا مبدأة من اعتمد على تعداد السكان في مصر 2017 إلا قال نسبة زواج الأطفال في مصر لدينا فتاة من كل 20 فتاة حوالي 4% أنا بالبلاغات عندي نسبتها أنا مثلا خلال عام ده حتى هذه الـ 37 أو 38 اللي عنا فيها دي عدد للبلاغات وصل حد 400 بلغ بيجي بمصادفات يعني فتاة المطارية مثلا مش عاوزين سبارتوسينية البيانات لكن أحد الجران راحت له دعوة فبدر بإبلاغنا وكان بلاغنا يوم الحنة أو يوم الصباحية الفرح دكتور صبري هنا 400 بلاغ سنوياً ولا شهرياً؟ لا في فترة من واحد واحد حتى 37 لفد آه يعني 6 شهور تقريباً آه تقريباً 7 شهور فالبلاغ جلنا من أحد الجران في الغالبية البلاغات بتيجي من جران في المنطقة أحيانا بتيجي من بنتي نفسها ردين بلاغات بعد المحافظات الفتاة نفسها بلغت يعني بدر بالإبلاغ بيجي أحياناً في حالة انفصال الزوجين من الزوج يشتكي أن الزوجة لطفلة معاها وهتجوزها بمعرفة أسراتها أو العكس الطفلة مع الأب الزوجة أو الطاليقة بتتصل بتتسنجد بينا البنت مع أبوها وعاوز يجوزها ولدينا حالات كتيرة من نهازة شكلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر